السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه? اه ان شاء الله النهاردة الفيديو اه حلو جدا لاي حد هو عايز يبتدي مشروع اه مشروع التفصيل اه هو مشروع حلو جدا 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 وتفاصيله كتير قوي وبحور واسعة قوي بس احنا هنقول الاول لنهاردة البدايات لاي حد عايز يبتدي هيبتدي ازاي? وهتاخذ ازاي مقساتك? وازاي تاخذ مقسات الزبون لو جالك وكل ده هتدوني عندك هتعملي كده اجندة كده منفاصلة اه للشغل بتاعك وهتكتبي فيها اول حاجة اول ورقة تكتبيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم هتكتبي تفاصيل اه المقسات اللي انت هتبقي ايه? هتتبعي بعد كده ازاي تاخذي مقسات الزبون اللي هيجي لك. المقسات هتكون عندنا من جزئين? جزء اه اول محيطات الجسم والجزء التاني الاطوال همليك الاول ازاي تكتبي المسميات وبعد كده ناخد المقسات تمام? اه بس اهم حاجة ان انتو تدونوا الكلام ده عندكم اه هنعمل جزء اين كده? اول جزء المحيطات اول حاجة محيط الظهر تاني حاجة محيط الصدر تالت حاجة محيط الوسط رابع حاجة محيط الارداف او محيط الهنش او محيط اكبر حجم هو مسمى واحد اه محيط الرقبة محيط الزراع محيط الاسورة محيط الاسورة لعمل زرار او كابسولة لانه مختلف عن كم العباية او كم البلوزة لما يكون ما فيهوش اسورة او حاجة دي المحيطات اللي عندنا فيه محيط الكتف يبقى انا قلت لك محيط الصدر ومحيط الظهر ومحيط الرقبة ومحيط الوسط ومحيط الهنش او الارداف ومحيط الكتف ومحيط الزراع ومحيط الاسورة ومحيط الاسورة لعمل ايه? لعمل زرار او او اسورة تمام? عندنا فيه حاجة برضو بتتاخد بس ازي انا برايلكو عشان ماتوش مني اه وانا بقس لكم على الملكين. الاطوال عندنا اه طول الضهر وطول الصدر وطول الوسط وطول فتحة الرقبة وطول الكم وطول الكلي. الطول الكلي اللي هو من اول عضمية الكتف لحد اه لحد تحت خالص لعمل او عباية او اي حاجة. كمان هتكتب الطول المراد تنفيزه اللي هو لو انت هتعملي بلوزة او آآ شميز او جاكت او عباية او درس ده ده طول الموديل. تمام? طيب هناخد اول حاجة اول حاجة وبرضو اكتبي معي لو انت ما اخدتش بلك من اللي انا بقوله هتكتبي معي ايه اللي انا بقوله ده. اول حاجة هتحتاجها المزورة. عندنا هنا بسم الله. ازاي اول حاجة ناخد المحيط محيط الضهر. محيط الضهر هنا عندنا هنا العضمية العضمية دي والعضمية دي العضميتين دول. دول كده بناخد منهم مقاس الضهر. يعني بتقس كده كده. ده محيط الضهر عندنا. تمام? محيط الصدر بتلف المزورة كده من الضهر وبتطلعي على اكبر نقطة بروز عند الصدر. كده. وبتخذيها بالزبط. انا هقولك ازاي كمان تقسم المقاسات. تمام? احنا بس ناخد المقاسات الاول بعد كده ايه? اقولك ازاي تاخذ المقاسات تقسم المقاسات بتاعتك. اول حاجة اخدنا اهو. ده اعلى بروز الصدر. تاني حاجة ناخد محيط الوسط. محيط الوسط بيتاخد بكزا طريقة. في ناس في ناس جسمها آآ موديل جسمها ما فيوش اي آآ دفوات ولا اي مشاكل دي ممكن سهل جدا ان هي فوق العضماية فوق العضماية بالزبط بسبعة سنتي ده بيبقى الوسط. تمام? آآ وكمان اللي هم جسمهم برضو اللي هو الموديل بيتاخد ممكن مقياس اللي هو بداية الصرة دي تتقاس ازا آآ آآ طول الوسط آآ محيط الوسط. تمام? آآ مش عارفة تغذي مش عارفة تغذي محيط الوسط بتاعك او محيط ووسط الزبون وبتعملي حاجة تانية. هقولك عليها. بتجيبي مسلا شريط او بتجيبي حزام او اي حاجة. وتربطي ايه? تربط الوسط كده. عشان تعرفي الوسط فين. لان في ناس حوامل وفي ناس عندها بطن. آآ وفي ناس يعني جسم كل حد مزاد تاني. بتجيبي كده ايه حبلة او بتجيبي حزام او بتجيبي اي حاجة وتربطيه. والطريقة ده هتتتبعها لنفسك لو انت مش عارفة مكان ووسطك فين هتعملي نفس الطريقة. هتجيبي حبلة او حزام وتربطيه. وتبدأ ان انت تاخذي مقاساتك. كمان بتعملي حاجة مهمة جدا لو انت بتاخذي مقاساتك ومش عارفة الوسط بتاعك لان احنا فيه طول هناخده. طول الوسط هناخده. بتحطي هنا علامة عندك في الكتف. بتحطي مسلا وليكن دبوس او استيكر او اي حاجة عندك هنا. في النقطة اللي بتاعت الكتف دي. علشان انت لو هتقيسي نفسك تقيسي ايه منه هتقيسي منه قدام وتقيسي منه ورا. تمام? خلينا هنا في محيط الوسط عشان تاخذي محيط الوسط بتربطي ايه? بتربطي حزام كده وتاخذي ايه? المحيط. وتقيسي كده برضو. وتقيسي بالزبط. ما بتسيبهش مساحة. تمام? عندنا بقى محيط الارداف. برضو بتغديه بس ايه انا عشان الملكان ده عندي ملكان ترزي. وطبعا مفهوش الجزء ده بتغديه من اعلى بروز الهنش. من الارتفاع اعلى 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 نقطة بروز بتغدي بتلفي حواليها المزورة وبتغدي المقاس ايه? اللي انت عايزيه. يبقى احنا اخدنا محيط الصدر ومحيط الظهر. ومحيط الوسط. تمام? خدنا ثلاث محيطات. هناخد محيط الكتف. محيط الكتف بتقسي كده. اللي هو الايه? من اول العضماية اللي عنده الرقبة. لحد العضماية بداية الكتف. ده محيط الكتف. ده بتقسي للزبونة ولو بتقسي النفسك انت بتقسي كده من العضماية لحد الايه? لحد العضماية اللي بتاعت الكتف. كمان بتقسي نفس المقاس اللي انت قسيه للصدر او للوسط زيك. بتلفي حواليك المزورة. بتلفي المزورة حواليكي وبتاخدي المقاس مقاسك وبتحطيه. تمام? الظهر لو انت مش عارفة تاخدي دهرك انت عشان ده صعب عليك شوية. انت ممكن تجيبي حاجة مظبوطة عليكي. الكتف مظبوط حلو بتلبسين برياحك وتاخدي المقاسات من عليه. تمام? آآ كمان في موديلات مسلا زي الازدلات وفي حاجات ما بيبقاش فيها كتف. انت بتاخدي مقاساتها بقى زي لنفسك اول حاجة بتحطي المزورة دي اهي عند عضمية الرقبة العضمية اللي هنا دي كده وبتلفي وبتلفي وراء دراعك كده المزورة وبتمسكيها كده بتفردي وبتمسكيها بتتني بس كده كم بتتني كدف آآ دراعك كده وبتاخدي الطول بتاع ايه? الزراع لو انت مش عارفين. يبقى احنا اخدنا محيط الظهر ومحيط الصدر ومحيط الواسط ومحيط الارداف ومحيط الكتف. تمام? عندنا هنا محيط الرقبة. محيط الرقبة بتاخديه ازاي? لو لزبونة بتاخديه كده. وفي هنا رق او في هنا آآ عضمية هنا هي عندها بتعملي كده ايه? بتشوفي المساحة اللي انت عايزيها. اهي. تمام? يبقى انت بتلفي المزورة من غير الحجاب لما بتجيلك زبونة مش لابسة لابسة حجاب خليها ترفع الحجاب عشان تقيسي بالضبط دوران ايه? دوران الرقبة. كمان في حاجة مهمة نزيت اقول لكم عليها. الزبونة وهي جاة تقيس بتاخدي المقسات من عليها. محيط الصدر عشان تاخديه. لازم يكون آآ ما فيش تراهلات. يعني اللي هي لابسة كل ما رفوع اللي هي هتلبسه وهي خارجة تحت اللبس. دي مهمة جدا جدا عشان بتفرق. لو انت عامل اي ده زي ما هتفرق معك جدا. آآ ارتفاع الحمالة او نزولها. انت بتأكد عزبونا كده. وبتسأليها بتقول لها ده اللي انت هتبقي لابسها. وانت وانت خارجة يعني تحت الملابس ديت زي كان صوريه عشان بتفرق كمان اكتر واكتر في الصوريات. مهمة جدا تسأليها السؤال ده. كده اخدنا محيط الظهر ومحيط الواسط ومحيط الرقبة ومحيط الواسط ومحيط اللانش ومحيط الكتف محيط الزراعة ومحيط الاسورة والدول ما اخدناهمش. طبعا هنا انا عندي الملكان مفوش ايه? آآ مفوش زراعة. انت الزراعة بتغديز زي? بتحطي بداية المزورة عند العضمية بتاعة الكتف عند العضمية بتاعة الكتف كده ولما بتقيسي الاسبولة بتخليها تتني دراعة كده سنة. زي ما انا عاملة كده. زي ما انا عاملة وبتلف المزورة عند الكوع من الكوع كده لحد المساح المسافة اللي هي عايزاها. لحد الطول اللي هي عايزاها بتاخذي لايه? طول الكومة. مهمة جدا ان انت تكوني تانية دراعها حاجة بسيطة كده. لانك انت لو خدتي كده لو انت خدت الطول كده. وعملتي واشتغلتي كده لو جيت لو جيتها خلصت انت الموديل وجيت ترفع ايديها الكومة هيقصر. الكومة هيرجع لورا هنا. فمهمة جدا الطريقة دي نستخدها صح. محيط الاسورة. محيط الاسورة عندنا نوعين من محيط الاسورة. اللي هو لو كم عادي بتاخذي كف اليد كده. بتلف هنا من على الصباح الكبير ده. من العضماية وتلف كده وتكوني ايه? فرد ايدك. ده لو انت هتاخذي محيط اسورة كم عادي. لو انت هتاخذي محيط اسورة هتعملي زرار او كابسولة بتاخذي من الجزء ده كده. بتغذيب الزبط. كده. تمام? ولو عادي بتغذيب كده من العضماية دي لعضماية الايه? الصباح الكبير. وتقومي تانية كده. تمام? كده عندنا المحيطات ايه? خلصت. فيه بقى حاجة انت بتغذيها. اه اللهم اصلى عن ابي. علشان تعملي بنس. في الموديل. بتغذي الفرق ما بين قطن السدر. ما بين اعلى بروز السدر ده. اعلى بروز السدر ده الاعلى بروز السدر ده. بتغذيه من اعلى بروز كده. تمام? اي مقاس بقى هطلع معاكي هتكتبيها تدونية عندك. حتى لو مش هتحتاجيه في اي موديل انت هتكتبيه. يعني انت هتعمله لها. انت ممكن يجي وقت وآآ قصة هي تبقى هي عايزها هتحتاجي فيها البنس. او لو مش هتحتاجي فيها بنس ممكن تعمليها تكوني هتتعملي قصة فهت انت هتضطر ان انت تحتاجي النقط دي مهمة جدا معاكي. الاطوال بقى عندنا اول حاجة طول الضهر. طول الضهر بيتتخد ازاي? بيتخد من العظماية. العظماية اللي هي هنا دي. اللي هي عند الكتف في نهاية الكتف كده من جوة عند الرقبة. لحد بقى ايه? لحد طول الضهر كده. طول الضهر هو طول الوسط من قدام بس بيفرق ارتفاع من ورا اتنين سنتي. علشان خطر الجسم من قدام بيبقى اعلى فمن ورا بيبقى اقل اتنين سنتي. تمام? ده طول الضهر عشان تاخد طول الصدر. وطول الصدر ده بتحتاجيه للبنس برضو. وبتحتاجيه اه لقص سنتي هتعمليها لاي حاجة. من نفس العظماية اللي هي جوة بتقيسك كده لاعلى نقطة في بروز الصدر. وتدوني عندك. طول الوسط بتمريه برضو كده. من اعلى بروز الصدر لحد لايه? الحزام اللي انت عامله وتكتبي ايه ان ده طول الصدر. وبينفع جدا جدا الشريط دوت علشان كده. تمام? احنا اخدنا طول الظهر وطول الصدر وطول الوسط. آآ وطول الكمة برضو قلتلك تغديس داي? اه انا ما قلتلكيش محيط الزراع وانا عسفة. انا نسيته خالص. محيط الزراع بتغديه من الجزء ده. بتلف المزورة. بتلف المزورة على الجزء ده. وبتغديه ايه? وبتغديه بالضبط. تمام? آآ قلتلك ازاي تغدي طول الكم? قل آآ وطول الصدر وطول الوسط. وطول آآ طول ايه تاني. طيب. مهمة جدا لك انت تغدي طول فتحة الرقبة. طول فتحة الرقبة ده لان في ناس ما بتحبش الرقبة واسعة. وفي ناس بتحب الرقبة مريحية. وفي ناس بتحب تلبس حض الحاجة حض. ما بتحبش الزراير. آآ فانت مهم ان انت تغديها. بتقسي برضو من العظمية دي. من العظمية اللي هي وجوه دي. وتعمل كده. هقرالك هنا احسن. بتقسي من العظمية ديت. بتشوفي انت عايزة عايزة طول فتحة الرقبة لحد فيه. وبتحط ايه? ايديك كده? وبتشوف المقاس وبتدوني عندك. اه طول آآ طول القصة اللي انت هتعمليها. لو الموديل في قصة. ونفترض ان الموديل في قصة كده مسلا. كده اللي هي القصة اللي هي الكريه اللي هي مربعة دي. تمام? هتغدي هتغدي الطول القصة بتبتدي منين? مسلا طول القصة هتدي منين? وطول القصة هنتهي فين? دي مهمة قوي قوي انت تغديها. كمان? الطول الموديل المرات تنفيزه. ونفترض النبلوزة مسلا بتقيس الطول من برضو من العظمية اللي هي جنب الرقبة لحد الطول اللي انت عايزيه. ازا كان بلوزة ازا كان بودي ازا كان عباية اي حاجة. بتحطي المزورة هنا جوة من الداخل وتسبتي ايدك. مهمة جدا بقى في النقطة دي الحمد لله ان افتكرتها برضو. لما تيجي زبونة عشان تقسلها. الزبونة ما ما تبقاش مبسطة كده وانت بتقسلها. الزبونة انت بتبقي رفع دماغها كده هي بصبعها دوت تدسلك على المزورة كده وانت بتاخدي الطول ايه? انت من تحت بتاخدي الطول اللي انت هتاخدية. وبايدك انت بتقول لها مسلا انت عايزة الموديل لحد كده لحد كده. وبتقول لها ما تبصيش لطحت وانا باخد الايه? الطول بتاعك. كمان بتسأليها ازا كنتش هتلبسي الموديل دوت على قعد او على حاجة فلات. اه الحاجات دي مهمة جدا تفاصيل بسيطة بس بتفرق جدا جدا في الموديلات. اه خدنا طول فتحة الصدر وطول الصدر وطول الوسط وطول الدهر وطول الكل وطول الكم وطول المرطن فيزه. اه طول القصة ازا كنتش هتاخديها. جماعة اكتبوا الحاجات ديت وانا هكتبها لكم واكتبها لكم في صندوق الوصف. معلش الفيديوهات دي بتبقى طويلة. زي ما بقول لكم والله انه المجال نفتوح فيه تفاصيل كتيرة جدا بس دي بداية ازاي تاخدي المقسات وازاي تاخدي المقسات لنفسك دي مهمة جدا جدا. والحاجات البسيطة اللي بتفرق دي بتهتفرق معاك انت كمان. طيب لو آآ انت هتعملي قصة آآ امبير. ايه الامبير بقى? ايه الامبير وايه الفرق بينه وبين الوسط? احنا عندنا الوسط هنا هو تحت عند الصرة. الامبير دوت بيبقى تحت الصدر. لان في قصات كتير جديد جدا جدا. بتبقى منتشرة بالسوق. وبتبقى على النت وتبقى في الفساتين الصوري وحاجات كتير والناس بتبقى ايه? مش عارفة المسميات يعني. انا بكل انا بخاطب الناس اللي مش عارفها. تمام? عشان في ناس احسن مني بكتير بس انا بخاطب الناس اللي هي مش عارفة. آآ هنا بيبقى تحت الصدر كده مقس الامبير. ده مهم كده برضو تكتبيه عندك عشان لو ازبونا عايزة باي وقت ايه? موديل آآ امبير تبقى انت عاملية. هو بيكون تحت الصدر. يعني ما بين الوسط. ما بين الصدر وما بين الوسط. ده الامبير. ده اسمه الامبير. طيب. انا كده خلصت المقسات اللي عندي وفيه مقسات تانية كتير 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 قوي. برضو في آآ هنبقى نعمل فيديو تاني عن زي لو هتغدي آآ مقاس جيبة او بانطلون. علشان خاطر الفيديوهات ما تطلش. هنعمل لكل حاجة فيديو معين. انا همليك تاني دلوقتي في نهاية الفيديو آآ المقسات اللي احنا خدناها واكتبيها معي. وانا وردك الطريقة ولو ما فيش حاجة عارفها ارجع معايا كده حتة حتة للفيديو وانت هتعرفها ان شاء الله. اول حاجة هتكتبيها هتكتبي محيط الظهر هتكتبي جزئين محيطات والاطوال. المحيطات محيط الظهر ومحيط الصدر ومحيط الوسط ومحيط الارداف ومحيط الرقبة ومحيط الكتف ومحيط الزراع ومحيط الاسورة لو كم عادي ومحيط الاسورة لعمل زراير او كباسين. تمام? وهتكتبي برضو مقاس تاني انت هتغذيه اللي هو الفرق ما بين نقطتين الصدر اللي هو العمل البنسة. في الجزء اللي هو بتاع الاطوال هتكتبي طول الصدر وطول الوسط وطول الظهر. وطول فتحة الرقبة. والطول الكلي. وطول القم. وطول الموديل المرات تنفيزه. الطول الموديل اللي هو عايزه اللي احنا قلنا عن البلوز ده او عباية او اي ان كان هو ايه. طول القصة زي كان الموديل في قصة. طول الانبير. اه لو في جيب لو في جيب في الموديل برضو اكتبي يعني هيبتدي منين? يعني هتخلي لان في في حد قصير وفي حد طويل. بيفرق. بيفرق جدا جدا. فانت يسأليه برضو اه خذي المقاسات واكتبيها ودونيها عندك. اه بس كده احنا في اه قلنا المقاسات ازاي تاخديها? اه ولو انتو حابين احنا نعمل حاجات تانية ان شاء الله هنعملها. نكمل موضوع المقاسات نعمل فيديوهات تانية. هنعملها. اه في مقاسات اه البنطلون. وفي مقاسات الجيب. وفي حاجات للفساتين السوريه. كل ده ان شاء الله هنشتغله مع بعض. اه يا رب الفيديو يكون عجبكم. ولو هو عجبكم اه شير واشتراك في الكنوة تفعيل الجرس. عشان يوسلكوا كل جديد. وربنا وفقنا جميعا واي واحدة هي عايز تبتدي مشروع. ابتدي ما تخفيش. الخوف ما بي ما بيعملش حاجة خالص. اه لازم لازم تجاس فيه. اه انت لو ما تحركتش من مكانك. يعني لو انت يعني الخوف مش هعملك حاجة. لو انت تحركتي وعملت حاجة على قل يكفيك شرف المحاولة. فانت ده مش هتخسري حاجة بازن الله بازن الله بازن الله. هتكون فتحة خير عليكي. وبدأي وما تخفيش وما تهبيش حاجة خالص. اه ربنا ان شاء الله هيقف معاك يا طالما انت ناوية خير. هيقف معاكي. لو في اي حاجة قفة معاك وفي حاجة انتم مش فهمينها ومش عارفينها. اسألوني فيها وانا تحت امركم. وانا واخدى عهد بيديو بالنفس ان اي حد محتاج اي حاجة. بازن الله بازن الله انا هقولها له. لو انا عارفها هقولها. ولو مش عارفها انا هحاول اعرفها واعرفها لكم. وانا محتاجة بس منكم دعوة من القلب. ان ربنا يرزقني بكل حاجة حلوة. وربنا يوفق جميع يا رب. انا دلوقتي هعملكو فيديو بعد ده على طول. ازاي تقسيم المقاسات عشان الفيديو ما يطولش عليكم. لو انا حاسيت ان الفيديو مش طويل ممكن اضيف ده على ده.